موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى نشرة الخامسة مساء من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة أمان نبدوها بالعناوين موسيقى حجم التبادل التجاري بين السلطنة والشركاء العشرة الرئيسيين يتجاوز 15 مليار ريال عماني خلال 2016 موسيقى 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 استشهاد شاب فلسطيني في قطاع غزة بعد يوم من صابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي موسيقى 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 اهلا بكم اوضحت وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين السلطنة والشركاء العشرة الرئيسيين خلال عام 2016 تجاوز 15 مليار و 250 مليون ريال عماني بنسبة قدرها 80% من إجمالي حجم التبادل التجاري للسلطنة وبفائض في الميزان التجاري لصالح السلطنة بقيمة تجاوزت مليار و 466 مليون ريال عماني غير شاملة للنفط المصفى وضحت بيانات دائرة الإحصاب وزارة التجارة والصناعة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت شركاء العشرة الرئيسيين حسب حجم التبادل التجاري مع السلطنة بقيمة بلغت بنهاية 2016 أكثر من 5 مليار و نصف المليار ريال عمانية سجل إجمالي الإنفاق العام للمالية العامة للدولة بنهاية أكتوبر الماضي ارتفاعا بنسبة 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغ أكثر من 9 مليار و 400 مليون ريال عماني فيما سجلت جملة الإيرادات ارتفاعا نسبته 19.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتتجاوز 6 مليارات و نصف المليار ريال عماني وفق ما بيّنت الإحصاءات الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات هذا وسجلت المالية العامة للدولة بعد احتساب وسائل التمويل بنهاية أكتوبر 2017 فائضا بلغ أكثر من مليار و 750 مليون ريال عمانية توقعت مؤسسة أبحاث بريطانية تسارع النمو الاقتصادي للسلطنة العام المقبل نتيجة الجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد الوطني وانتعاش إنتاج موارد الطاقة وذكر تقرير لمؤسسة بيام اي لأبحاث السوق والتابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الاعتماني إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% مضيحة أن التباطع الاقتصادي خلال عام 2017 كان نتيجة لتقلص في إنتاج موارد الطاقة في حين أنه من المتوقع خلال العام المقبل الحدوث زيادة في إنتاج النفط والغاز كما توقع التقرير تفاع سعار النفط ما يعطي دفعة للإيرادات الحكومية وأشار تقرير المؤسسة البريطانية أن السلطنة أوجدت بيئة صديقة للاستثمار من خلال انخفاض معدلات الضرائب ومستويات الجريمة وجودة البنى الأساسية وتوفير الخدمات المختلفة بكل سهولة لاحة إنجازات مشرفة للعام الجاري 2017 أصدرتها جامعة السلطان قابوس كشف خلالها عن تقدم في تصنيفها بين الجامعات العربية وتطور في مجال البحث والابتكار بالإضافة لحصولها على اعتمادات أكاديمية من بعض المؤسسات الدولية جامعة السلطان قابوس مركز إشعاع علمي ومنارة حضارية متقدمة عبر الأزمان هكذا أرادها باني نهضة عمان جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وهكذا تمضي فمنذ تأسيس الجامعة في العام 1986 وهي تواكب الركب العالمي نحو التطور في مسارة العلم والمعرفة والبحث عام 2017 كان حافلا بالإنجازات للجامع على مختلف الصعود في مقدمتها تدشين ثلاثة مراكز بحثية جديدة هي مركز البحوث الطبية ومركز أبحاث الطاقة المستدامة ومركز أبحاث تقنية النانو وفي مجال المنح البحثية اعتمدت جامعة السلطان قابوس أكثر من 170 منحة بحثية منها سبع مناح بحثية استراتيجية ضمن الدعم السامي لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وتسعون منحة بحثية داخلية واستطاعت الجامعة خلال هذا العام استفاء العديد من الشروط والمعايير الدولية الخاصة بتصنيف الجامعات حيث أحرزت المركز العاشر على المستوى العربي حسب تصنيف مؤسسة كيو أس لتصنيف الجامعات لعام 2018 وفق تقييم شميل 150 جامعة وفي مجال الاعتماد الأكاديمي حقق عدد من كليات الجامعة الاعتماد المؤسسي من مؤسسات أوروبية طلبت جامعة السلطان قابوس وبما توفر لهم من بيئة علمية نالوا مراكز متقدمة على مستويات محلية وإقليمية ودولية منها جائزة عبدالله النعيم لخدمة التاريخ الجزيرة العربية وآثارها والمركز الثاني في مسابقة تحدي الريبوتات الخليجية التي أقيمت في جامعة قطر وفي مجال البحث العلمي حصل فريق بحثي من كلية الهندسة على براءة اختراع لجهاز شحن لاسلكي محمول متعدل العناصر كما تمكن فريق طلابي من كلية الهندسة من الحصول على براءة اختراع لكرسي ذو الإعاقة بآليات حركية متعددة ولا يستثنى من كل ما تقدم من إنجازات ما حققته كوادر الجامعة من أكاديميين وخبراء وأيضا الفرق الطبي المستشفى الجامعة من جوائز وتكريم إقليمي ودولي أكد متانة النهج الذي تسير عليه جامعة السلطان قابوس بما يحقق لها مكانة رقية بين مراكز العلم والمعرفة حول العالم مناقشة التطورات الحديثة والمسجدات العلمية في التشخيص الوراثي لأمراض العصاب وضمور العضلات الوراثي لدى الأطفال أبرز ما ناقشته الحلقة العلمية التي أقامها المركز الوطني للصحة الوراثية بالتعاون مع المستشفى السلطاني ومستشفى جامعة السلطان قابوس وخصائيين من المملكة العربية السعودية التقرير التالي يريد لنا ما تطرقت إليه حلقة العمل بعض الأمراض الوراثية المنشأ للأعصاب والعضلات النادرة التي تم تسجيلها في السلطنة وكيفية تشخيصها والعلاج الممكن والمتوفر لها موضوع طرحه نخبة من خبراء ومختصين في مجال الوراثة وطب الأعصاب في حلقة علمية في المستشفى السلطاني تحدث ورشة العمل اليوم عن أمراض الجهاز العصبي الفرعي أو الطرفي وهي أمراض تمتد لتشمل الأعصاب الفرعية العضلات والعصاب الخارجة من النخاء الشوكي التطورات الحديثة والمستقدات العلمية في التشخيص الوراثي لأمراض العصاب وضمور العضلات محور أيضا ناقشه المشاركون في هذه الحلقة ستتم مناقشة آخر مستجدات الفحوصات المخبرية التشخيصية لهذه الأمراض التي تصيب الأطفال خاصة التي يتولد عنها إعاقات حركية أو شلل يؤثر على مستقبل وصحة الأطفال مرض الضمور الشوكي العضلي الذي يصيب فيها كبيرة من الأطفال ومنتشر في دول العالم العربي وبالذات في دول الخليج العربي وجزء من أسباب انتشاره هو انتشاره بشكل واسع زواج الأقارج وما يتبعه من بعض الأمراض الوراثية أكد الأخصائيون هنا أن أهمية إجراء الفحص الوقائي لهذه الأمراض باستخدام تقنية التشخيص الوراثي قبل الغرس أي قبل الحمل ضمن تقنيات التلقيح الاصطناعي لتجنب إنجاب طفل مصاب حيث أن معظم هذه الأمراض تنتقل من الأبوين كصفة متنحية عندما يكون كلا الأبوين حاملين للمرض وبالتالي هناك 25% احتمال في كل حمل لإصابة الجنين وولادة طفل مصاب بالمرض إبراهيم بن سالم الهادي محافظة مسقط استشهد شاب فلسطيني في قطاع غزة بعد يوم من إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية وفادت مصادر فلسطينية بأن الشاب أصيب برصاص حي في بطنه شرق مخيم البريج أثناء قمع قوات الاحتلال لمسيرات فلسطينية منددة بالقرار الأمريكي حول القدس وأصيب أكثر من 50 شاب فلسطيني بالرصاص الحي فيما أصيب أكثر من 120 آخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القاعدتين الروسيتين في سوريا سوف تستمران في العمل لدعم سيادة سوريا ووحدتها وكان بوتين قد أمر القوات الروسية هذا الشهر ببدل انسحاب من سوريا إلا أن موسكو ستبقي على قاعدة حيميم الجوية بمحافظة اللاذقية وعلى منشآتها البحرية في طرطوس على نحو دائم كما أكد بوتين على استمرار روسيا في تقديم كل مساعدة ممكنة لسوريا لتعزيز عملية التسوية السياسية في أفغانستان قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص من مسلحي طالبان بعد اشتباكات مع قوات الأمن الأفغانية وقالت الشرطة الأفغانية أن قوات الأمن تصدت لهجوم شنته حركة طالبان على مواقع تفتيش أمنية جنوب أفغانستان مضيفة أن الهجوم أسفر عن مقتل جندي بالجيش الأفغاني وإصابة سبعة آخرين من قوات الأمن الأفغانية فترتنا الإخبارية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وفيها أيضاً بعد غيث المطر أو دية السلطنة مقصد سياحي من داخل البلاد وخارجها اشتركوا في القناة تستعد وزارة السياحة لنقل خمسة مشاريع إلى الشركة العمانية للتنمية السياحية عمران وهي مشاريع رأس الجنز وكهف الهوتة واستراحة العويفة واستراحة لشخرة واستراحة صلالة وتعتبر هذه المرحلة الأولى في إطار تنفيذ خطط التنمية السياحية في السلطنة التي ستطلع بها عمران فيما ستركز وزارة السياحة على الجانب التشريعي في القطاع السياحية سجل مؤشر قطاع الصناع أفضل صعود بسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي مرتفعا ب86 نقطة وأغلق المؤشر بنهاية التداولات الخميس على نحو 6818 نقطة مستفيدا من ارتفاع أسهم عدد من الشركات الصناعية المدرجة في عينة مؤشر القطاع وشهد سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي ارتفاع أسهم 28 شركة مقابل 18 شركة تراجع تسعارها و 16 شركة استقرت على مستوياتها السابقة وارتفعت قيمة التداول الأسبوع الماضي إلى أكثر من 32 مليون ريال عماني مقابل 12 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه حقق القطاع المصرفي في السلطنة نموا بنسبة 6.2% عن مستوى في الفترة نفسها من العام الماضي وتشير بيانات البنك المركزي العماني إلى ارتفاع رصيد الاهتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي ليصل إلى 23 مليار و 300 مليون ريال عماني في نهاية أكتوبر العام الجاري كما شهد الاهتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاع بنسبة 5.8% وسجلت الوداع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 4.8% بينما شهدت ودايع القطاع الخاص زيادة بنسبة 6.4% وذلك بنهاية أكتوبر 2017 حددت وزارة التجارة والصناعة يوم غدنا لحد آخر يوم لتسلم محصول البصور للعام الجاري من جميع محافظات السلطنة بأنواعها الثلاثة بمخازن الوزارة بالواد الكبير وفقا للإجراءات المعمول بها في العوام الماضية ودعت وزارة التجارة والصناعة المزارعين إلى ضرورة الاهتمام بجودة منتج البصور من خلال الاهتمام بنظافته وتنقيته جيدا من الشوائب ليحافظ على جودته أكثر من 800 من النوق دخلت للمنافسة على جوائز مهرجان مزاينة الإبل السنوي بنيابة حمراء الدروع في ولاية عبري بمحافظة الظاهرة والذي يشهد هذا العام زيادة في عدد المشاركين من داخل السلطنة وخارجها كما يصاحب فعاليات المهرجان معرض للمنتجات الحرفية والتقليدية أفضل سلالات الإبل بمختلف مراحلها العمرية سجلت حضورا لافتا منذ انطلاقة اليوم الأول لمهرجان مزاينة الإبل بنيابة حمراء الدروع بولاية عبري في نسخاته الرابعة العام هذه المشاركة أكثر من العام السابقة لأنها عدد الإبل المشاركة كثيرة وصل عدد العزب المشاركة فوق 130 عزبة لحتى اليوم هذه بعد حد منهم ما استجلوا في الطريق بعدهم ما وصلوا سمحة الخليج وحفلة عمان وزهرة الخليج من فئة الزمول إلى جانب جبار انتزعت الصدارة ضمن منافسات الأشواط الأربعة الأولى ليوم الافتتاح سمحة بونا غارية عندنا ونحن نقهزها من الحوال الكامل نشتغل فيها لأننا نهرف على سمحة دائما نقهزينا على الشيء نعانيها ونهتم فيها وقف علينا بتعب ما حيلا لناك تقبضها وتروعها في المزاينات القرية التراثية المصاحبة احتوت على الصناعات الحرفية والمشؤولات اليدوية إلى جانب العديد من الفعاليات الفنية والأهزيق الشعبية وليالي السمر التي ستقام خلال أيام المهرجان ملتزمات الابل وملتزمات الثانية يعني كل تكاكم سوى عرض محلين لهم لابس خص النساء والكحل خص النساء والأزوان خص البوش تعرفت على الأشياء التي تزين بها الجمال وابهرت بالملابس والصناعات البدوية التقليدية وقد التقطوا العديد من الصور الفوتوغرافية في المهرجان ملاك ومربو الإبل بدأوا باكرا لخوض منافسات موسم مزاينة هذا العام وسط مشاركة واسعة من مختلف محافظات السلطنة ومن دول مجلس التعاون الخليجي على مدار ثمانية أيام متواصلة ويحرص ملاك الإبل على المشاركة السنوية في مهرجانات المزاينة نظرا لما تمثله لهم من أهمية اقتصادية واجتماعية وتراثية خليفة بن محمد الشماخي من نيابة حمراء الدروع بولاية أبري محافظة الظاهرة تشكل الأودية في السلطنة واحدة من المواقع الطبيعية السياحية المهمة للجذب السياحي لمختلف السياح من داخل السلطنة وخارجها التقرير التالي يرصد جانبا من النشاط السياحي الملحوظ في هذه الأودية عقب هطول الأمطار من منا يستغني عن الماء في حياته فإنما وجهت نظرك في الحياة وجدت الماء الذي يشكل عنصرا أساسيا في حياة الكثير من المخلوقات ولا شك بأن أحد أهم مصادر الماء في حياتنا مياه الأمطار والتي على أثرها تسيل الشعاب والأودية وتشكل الأودية جراء هطول غيث السماء نظاما بيئيا فريدا يتميز بالتعدد والتنوع والثراء الطبيعي التداخل بين الخضرة والتكوينات الصخرية ومن حولها المياه الجارية تسهم في تلطيف المواقع السياحية التي هي من أبرز سمات الأودية العمانية والله نتكرر دائما أول ما تنزل الأمطار إلى الولاية نقصد هذه المنطقة بالضبط في وادي عندام وما شاء الله عليها منطقة حيوية كثير من السياح نشوفهم من داخل الولاية ومن خارج الولاية نحن حقيقة قينا من ولاية المضيبة بالتحديد من بلدة برزمان إلى هذه المنطقة نحن والعيال مثل ما تشوفه والحمد لله مستمتعين وهذا المنطقة يجمع ناس من جميع الولايات من جميع الولايات نحصل شباب يطلعون رحلات من ولايات السلطنة ومن خارج ولايات السلطنة والصراحة ندعو السياح لزيارة هذا المنتزه اللي ما زاره منتزه وهذه عندام ندعوهم لزيارة هذا المنتزه إن انتشار الأودية في مختلف ولايات السلطنة تعيد للسائح نشاطه المتأمل في جمالية التنوع الطبيعي جئنا إلى هذا الوادي من محافظة الداخلية سمعنا عنه الكثير والكثير عن هذا المنتزه الجميل لكن صراحة وحقيقة تفاقئنا بالخدمات الجميلة التي قامت بها البلدية ومما زاد روعة وقمالا في هذا المنتزه الجميل المياه العذبة الرقراقة التي تنساب والأطفال الذين يسبحون ويستمتعون في هذا الأقواء الجميلة وتعد سياحة الأمطار بميائها الصافية ومناظرها الطبيعية الخلابة واحدة من أنواع السياحة في السلطنة خصوصا بعد هطول الأمطار مؤخرا صالح بن حمد الحبسي ولاية المضيبي محافظة شمال الشرقية في ختام النشر تركير بعناوينها حجم التبادل التجاري بين السلطنة والشركاء العشرة الرئيسيين يتجاوز 15 مليار ريال عماني خلال 2016 موسيقى مؤسسة أبحاث بريطانية تتوقع تسارع النمو الاقتصادي للسلطنة عام 2018 موسيقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية موسيقى في ختام نشرتنا هذه تحية فريق العمل في مركز الأخبار شكرا لكم إلى اللقاء موسيقى اهلا ومرحبا بكم إلى النشرة الجوية من خلال آخر صور الجوية مشاهدين الكرام وأجواء السلطنة واستمرار تدفق لبعض السحب المنخفضة عموما على أجزاء متفرقة من السلطنة أو تكون الضباب في أواخر الليل وأصباح الباكر عموما على مناطق جنوب الشرقية وكذلك على أجزاء من محافظات الظاهرة وأيضا من محافظات الوسطى تفاصيل أكثر مشاهدين الكرام من خلال النشرة لهذه الليلة أجواء العاصمة مصقد تبدو أجواء مستقرة وخالية من السحب ودرجات الحرارة عموما تترى وحمة بين 14 إلى 15 درجة مئوية مدون العشرين في محافظة جنوب الباطنة مع فرص الانتشار وتدفق لبعض السحب عموما على المناطق الساحلية وفي محافظة شمال الباطنة كذلك ودرجات الحارة تصل إلى 13 درجة مئوية على محافظة مسندم أجواء مستقرة خالية من السحب ودرجات الحرارة مدون العشرين ومدون العشر أو عند العشر درجة مئوية على محافظات البريمي ضمن أجواء صافية ومستقرة مدون العشر على المناطق الجبلية لمحافظات الظاهرة وفرص لانتشار وتدفق بعض السحب المنخفضة تكون حاضرة على المناطق السحراوية ودرجات الحرارة عموما تكون مدون العشرين تصل درجات الحرارة إلى ثلاث درجة مئوية على المناطق الجبلية لمحافظات الداخلية أما المناطق المجاورة للجبال فدرجات الحرارة تصل إلى 11 درجة مئوية ضمن أجواء صافية ومستقرة في شمال الشرقية أيضا أجواء مستقرة خالية من السحب ودرجات الحرارة عموما ما دون العشرين على جنوب الشرقية مشاهدين الكرام بعض السحب المنخفضة عموما تكون حاضرة على سواحل الصدمة من طلع على بحر العرب ودرجات الحرارة ما دون العشرين وفي محافظات الوسطى أيضا بعض الشحب المنخفضة عموما تكون حاضرة درجات الحارة تتراوح ما بين 9 درجة مئوية إلى 17 درجة مئوية في محافظة ظفار أيضا بعض الشحب المنخفضة تكون حاضرة ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 10 درجة مئوية إلى 20 درجة مئوية بحر أو سواحل بحر العرب وسواحل ستنطل على بحر العرب تشهد رياح أمو من مشاهدين الكرام شمالية شرقية ومعتدلة سرعة بحدود 15 عقدة بالتالي البحر متوسط الموج أقصى اتفاعا له مترين سواحل محافظة مسندم تشهد رياح متغيرة لاتجاه خفيفة سرعة بحدود 5 عقد وبالتالي البحر هذه الموج أقصى اتفاعا له متر وربع المتر وأخيرا إلى سواحل السطن طل على بحر عمان وتشهد رياح عموما جنوبية غربية خفيفة سرعة بحدود 10 عقد وبالتالي البحر هذه الموج وقصد ارتفاع له متر وربع المتر شكرا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء